قل هثبت في السنة أنه لا يجوز عمل الأفراح في شهر صفر مثل الأفراح وغيرها العراس وغيرها من المناسبات تقول نحن أصلا من السودان ويقولون عبارة شهر الوحيد ما فيه جديد المقصود بالوحيد شهر صفر ويتشددون في ذلك كأن عبارة منزلة من السماء أختي أم محمد بارك الله فيك من إيرلندا وأصلك من السودان شهر صفر من أشهر الله عز وجل ومن أيامه سبحانه وتعالى وكان أهل الإشراك والكفران يتشاؤمون في سفر فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة ولذلك كانوا يتشاؤمون في شهر صفر فأبطل النبي عليه الصلاة والسلام هذه العقيدة وقال لا عدوى ولا طيرة ولا هامة ولا صفر لماذا لم يكنوا يتشاؤمون في شهر صفر ما يسافرون في صفر ما يتزوجون في صفر ما يعقدون تجارات وشراكات في صفر هذا كل من أعمال الجاهلية ومن عقائدهم الباطلة فعلى أهلكم في السودان أن يتقوا الله اللي مبتلين بهذه العقيدة اللي تقولين عنها تقولين والله عندنا هؤلاء إذا كان فعلا موجود هذا يتق الله نحن الله الحمد أهل الإسلام ما نتطير ولا نتشاؤم لا بالطيور ولا بالأيام ولا بالأشهر ولا بالأماكن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن التشاؤم ونهى عن التطير وزرع فينا عقيدة التوكل على الله سبحانه وتعالى وأن نمر كلها بيد الله فمعقول مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يكون أسير لمثل هذه الخرافة يكون أسير لمثل هذا التشاؤم والتطير يتشاؤم بشهر صفر شهر صفر من أشهر الله إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ولذلك كثير من السلف كانوا يسمون شهر صفر شهر الخير شهر الخير ردا على عقائد أهل الجاهلية اللي يقول يتشاؤمون في شهر صفر شهر الخير ردا على عقائد أهل الجاهلية